في دائرة البقاع الأولى أي زحلة منافسة بين ثماني لوائح موزعة وفقا للشكل التالي لائحة سياديون مستقلون يدعمها حزب الكتائب لائحة زحلة السيادة التابعة لحزب القوات اللبنانية لائحة زحلة الرسالة التابعة لتحالف الطيار الوطني الحر حزب الله والتشناق لائحة الكتلة الشعبية التابعة لميريام سكيف وتضم رشحين من المجتمع المدني إضافة إلى أربع لوائح أخرى للمجتمع المدني وهي زحلة انطفض القول الفعل التغيير وأدرين واجه أربعة وأربعون مرشحا يتنافسون على سبعة مقاعد مقصمين على الشكل التالي أيضا مقعدان للطائفة الكاثوليكية مقعد للأرثودوكس مقعد للشيعة أخر للسنة ومقعد للأرمن الأرثودوكسي وعدد الناخبين يبلغ 174157 سيقصمون على 326 مركز اقتراع المشهد في انتخابات 2022 يختلف عن صورة انتخابات 2018 ففي الانتخابات السابقة حيث اقترع 94082 شخص من أصل 175613 كانت التحالفات واضحة حيث شهدت زحلة منافسة بين خمس لوائح موزع على 32 مرشحا أما اليوم فالشارع السني مربك والصوت منقسم بعد مقاطعة طيار المستقبل للانتخابات وإن كانت دعوة المفتي الشيخ عبداللطيف داريان بالتوجه للإقتراع بكثافة في النهاية لحظة واحدة تحدد المصير وهي لحظة إعلان النتائج النهائية شكرا